فنالما جورنيه مانديال دو كونسير دولوفير أو اليوم العالمي لسرطان الموذي اللي كان يوم الثمانية مي لأبجيكتف من نوعية هذه الأيامات هي دائما بش نوصل لالانفرمسيون خطر المريد فنالما يقول لك دكا تعملي في أكتوبر غاز تعملي في نوفمبر بلو معناتها فنالما هو شنو المنفع متاعه الهنا فاهمني دكتور غازي ينزم الهنا كونه معلومة صحيح اوكي دكار لكن زي دايزمنا نشوفوا شنو اللي كان ثم بعض الاشكاليات فيما خص نوعية هذه الأورام فماشي حلول فماشي دايزم ناشي ممكنش نتحركوشي أكثر من هك دار كنتم كأطباء نحنا كأعلام هو التحسيس معناتها الأيام هذو من العالمية هي للتحسيس المواطنين لتعكل البلاد احنا في ثمانية مي حكينا على سرطان المبيض لكونسير دولوفير خاطر هو سرطان موجود بعداد لبس بيها احنا المنظمة العالمية يظن للصحة تتكهني ممكن نفهم 300 ألف حالة جديدة 300 ألف حالة جديدة في العام في تونس معناش أرقام ثابتة ولكن احنا في تونس نتكهن وليممكن نفهم 400 حالة جديدة متع سرطان مبيض في تونس كل عام السرطان هذا فيه جديد باش نحكيه عليه اليوم خاطره هو السرطان صامت سكت يبدأ يتوجد في المبيض المبيض هو سيتان أورغان موبيل دوك ما يعطيش أوجاع تبدأ كل المبيض يتنفخ يتورم وبعد ينجم ينفجر ويبعث خلايا في وسط البطن ونلقاهم في أغلب الحالات تقريباً فوق 70% من سنة نلقاهم في حالة متقدمة اللي هو المرض منتشر في البطن مع أنت عامل ديميتاستاز في وسط البطن الحالة المتقدمة هذي بتبيع احنا كيما كل سرطان السرطان كي يبدأ متقدم العلاج باش يكون صعيب متعب للمريض ولا للمريضة هوني نحكيه على المرأة متعب على العائلة ومتعب على المجتمع وعد دولة خطر نحكيه على تكلف انتا علاج وجديد هوني اللي باش نحكيه عليه اليوم اللي فهم علاجات جديدة وفهم زادة بدنا نفهمه أكثر سرطان المبيض خطر كيما كل سرطان ندخلنا في التحاليل الجينية اللي هي تواصل بخيزان إلى الفوتور هو الحاضر والمستقبل سواء معرفة سرطان سواء التكهن اللي فهم حالات نجم تجيه ونحكيه هنا على حالات الوراثية الحالات الجينية خطر زادة حط كيما سرطان الثدي سرطان المبيض في حالات جينية اللي عرفنا بعض الجينات اللي هي تنجم تحضر المرأة بش يكون عندها سرطان المبيض هنا نحكيه ممكن على حالة على عشرة من سرطانات المبيض هي حالات ويراثية جينية وزادة معرفة هذه التركيبة الجينية للخلايا السرطانية اكتشفنا علاجات جديدة اللي هي بشيحكي لها أكثر الدكتور حاتم شعاب اللي هو اختصاصه هي العلاجات الموجهة ترجمة نانسي قنقر